موسيقى أسعد الله مساءكم أينما كنتم حلقة جديدة من مدار الغد وفيها الليلة تعديل قانون الجمعيات الأهلية الفلسطينية ثم الإعلان عن مراجعته تناقض أم استجابة نمحث أيضا أسباب الرفض الواسع لتعديلات القانون والتخوفات من الإقصاء والتقييد للحريات العامة أهلا بكم في حلقتنا هذه التي نخصصها للحديث عن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطينية رفض واسع وتشكيك في الأهداف قوبلت به قرارات بقوانين أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس تزامنا مع الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية ففي الخامس من مارس الجاري أصدر الرئيس عباس قرارا بقانون يقضي بتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر صاحبه قرار آخر حمل تعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإلحاق خططها بالوزارات ذات الاختصاص موجة الغضب التي أثرتها تلك القرارات تمحورت حول عدة نقاط أبرزها توقيت صدورها وتحديدا قبل شهرين فقط من الانتخابات البرلمانية وعدم الانتظار إلى مناقشتها وإقرارها داخل المجلس التشريعي المرتقب كذلك ما يتعلق بمشروعية تلك القرارات في ظل عدم طرحها لحوار مجتمعي وعدم نشر مذكرة إضاحية تبرر أسبابها وأحكامها أما أبرز الاعتراضات فتعلقت بهيمنة الحكومة على منظمات المجتمع المدني وإجبار تلك المنظمات على وضع خطط تنسجم مع خطط السلطة كما تفرض التعديلات على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجميع أي أو جمع أي تبرعات أو الحصول عليها إضافة إلى تقييد عملها بجعل رواتب موظفيها لا تزيد على 25% فصائل ومؤسسات أهلية طالبت بالتراجع عن القرارات التي تمس استقلالية وعمل أكثر من 3000 جمعية ومنظمة مدنية تنشط في الأراضي الفلسطينية فيما هددت شبكة المنظمات الأهلية والتي تضم في عضويتها 150 مؤسسة وجمعية بمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في الرقابة عليها وأمام هذه المخاوف أوصى رئيس الحكومة بتجميد البنود الخلافية مع الدعوة لحوار مجتمعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم في حلقتنا ونبدأ حوارا مفتوحا حول تفاصيل القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 وأرحب بضيوفي من القدس المحتلة أستاذ القانون في جامعة القدس السيد إبراهيم شعبان ومن رام الله عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي السيد جهاد حرب ومن غزة منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السيد بكر التركماني ومن غزة أيضا منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة السيد تيسيري محيسن أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام أبدأ معك سيد شعبان ضيفنا من القدس إصدار قرار بقانون 1 لعام 2021 رقم 7 تحديدا ومن ثم إعلان رئيس الحكومة أن يمكن مراجعة هذا القانون من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية هل القانون بداية يسمح بأن تكون هناك قرارات مخالفة للدستور الفلسطيني؟ سيد خير أولا سيد نور الحقيقة أن القانون ليس بيانا سياسيا ولا شطحة من الشطحات الأدبية وإنما هو عمل ملزم لجميع أفراد المخاطبين بإحكامه وبالتالي أوكلت الدول كقاعدة عامة إلى السلطة التشريعية في تلك البلد بسن ذلك التشريع أو ذلك القانون ومن هنا قام مبدأ شهير في القانون الدستوري اسمه مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى وبشكل بسيط أن السلطة التشريعية لا تستطيع أن تحل محل السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية التي هي الحكومة اسمها لا تستطيع ولا بأي شكل من الأشكال أن تحل محل السلطة التشريعية التي تسن القوانين والسلطة التشريعية أيضا لا تحل محل السلطة القضائية فلكل عمله واختصاصه الآن بعد عام 2006 و2007 وحيث انقسم المجلس التشريعي وأنا بسميه يعني حردت يعني أصبح هناك حالة من الحرد وأصبح كل فريق يجتمع لوحده أصبح هناك مشكلة كبيرة في التشريع حسنا ولذلك وضع المشرع في القانون الأساس الذي صدر عام 2003 المادة 43 وهذه المادة تجيز لرئيس السلطة لم يكن هناك وقت أها دولة لرئيس السلطة تجيز لرئيس السلطة في حالة واحدة على وجه التحديد تسمى الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو كرر ليس فقط حالة ضرورة وإنما ضرورة لا تحتمل التأخير هكذا جاء وصفها في المادة 43 من القانون الأساس وهو الدستور الفلسطيني المعمول به سيد شعبان والذي لم يعدل ولم يلغى نعم هل أسرف الرئيس الفلسطيني نعم هل أسرف الرئيس الفلسطيني في استخدام المادة 43 من الدستور والقانون الذي تسير عليه السلطة الوطنية الفلسطينية الحقيقة أنه اليوم بعد صدور أكثر من 300 قرار بقانون تصور معي خلال هذه الفترة القصيرة يعني قوانين أكثر مما سنته الحكومة الأردنية سابقا والفلسطينيين من عام 96 إلى 2006 أيضا وكلها قوانين بدون نقاش بمعنى في المادة السلطة التشريعية هناك لجنة قانونية واللجنة القانونية تفحص مسودة أي قانون وتعلق عليه وتناقشه وهناك ثلاث قراءات في المجلس التشريعي أيضا ثم يرفع المشروع بقانون إلى الرئيس حتى يصادق عليه هذه المراحل كلها التغت بجرة قلم وأصبح هناك وفرة بل أكثر من وفرة أنا أسميها يعني عدد غير معقول من التشريعات التي سميت قرار بقانون نعم وتناولت معظم الحياة الفلسطينية والحريات والحقوق ومن ضمنها أخيرا الجمعيات ابقى معنا والمحزن نعم لحظها شوي تفضل أننا نحن الآن على أبواب انتخاب مجلس تشريعي كل هذه القرارات بقانون وفق المادة 43 يجب أن تعود إلى المجلس التشريعي لإقرارها نعم حتى تقر فكأننا نستبق الأمور ونضع الحمل والعبع على المجلس التشريعي القادم إن كان سيكون له وجود نعم وبالتالي يعني ليس هناك ضرورة وإن كان هناك ضرورة فهي تحتمل التأخير وكان من المفروض أن لا يصدر مثل هذا القرار بقانون إذن القانون لا يقف في صفح الرئيس الفلسطيني في هذه المرحلة فيما يتعلق بإصدار القرارات بقوانين أنتقل بما ذكرت لسيد جهاد حرب ضيفة من رمالة سيد حرب أكثر من ثلاثة آلاف جمعية ومؤسسة أهلية وخدماتية بعيدا عن الحكومة وأجهزة السلطة المختلفة ماذا عساها تفعل من أجل ربما تعديل ما تم الإعلان عنه في هذا القانون بالجريدة الرسمية ومن ثم تفعيل ما تحدث عنه أيضا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية بمراجعة بعض المخاوف في هذا القانون هناك عدد واسع من الإجراءات والإمكانيات التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني لكن نحن لا نتحدث عن تعديل نحن نرفض هذا القرار بقانون جملة وتفصيلة بمعنى أننا لن نفاوض ولن نناقش حول القضايا الموجودة بالقرار بقانون التي تدمر العمل المجتمعي الفلسطيني أو منظمات المجتمع المدني الفلسطيني إذا ما ذهبت الحكومة لتطبيقه ثانيا ما ذكر رئيس الحكومة فيما يتعلق أنه يوصي لمن يوصي لا نعرف لمن يوصي ثالثا القرار بقانون يجمد أو يلغى بقرار بقانون وليس بقرار من الحكومة جرى يوم الأربعاء الماضي أي يوم أمس لقاء مع مستشار رئيس الحكومة وتم إبلاغه من قبل منظمات المجتمع المدني أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مع الحكومة على هذا القرار بقانون إلا بإلغائه ووفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون الفلسطيني وبالتالي نحن لا نفاوض ولا نقبل هذا القرار بقانون ولدينا إجراءاتنا العديدة لكن بدأنا بالحوار من أجل إفهام الحكومة بأن هذا القرار بقانون لديه مخاطر عديدة بالإضافة إلى ما قاله الدكتور شعبان ما يتعلق بمخالفة أحكام المادة 43 من القرار من القانون الأساسي لأنه لا يوجد ضرورة لا تحتمل التأخير بالإضافة إلى أننا على عتاب أو الشعب فلسطيني عتاب الانتخابات التشريعية وبالتالي لدينا شهرين فقط للانتخابات التشريعية إلا إذا كانت الحكومة لا ترى أن هناك انتخابات الأمر الأخطر أن هذا القرار بقانون يتماشى مع الحملة المسعورة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية باتجاه منظمات المجتمع البدنة في الأمور المتحدة وفي أروقت الاتحاد الأوروبي لتجفيف أموال التمويل وضحت الفكرة هذه المنظمات خاصة العاملة في المواجهة في مواجهة الاحتلال سواء فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية أو المساعدات التي تقدمها المساعدات الفنية التي تقدمها للمواطنين في مناطق جيمة إذن الواضح سيد حرب أنكم ترفضون بشكل كامل هذا القانون ولن تتعاطوا مع الجهود التي يمكن أن تبذل من أجل مراجعة بعض بنود هذا القانون أنتقل إلى السيد التركماني السيد التركماني القرار بقانون بقي طي السرية والكتمان ما بين التنسيب من قبل الحكومة وبين أيضا الإصدار من قبل الرئيس الفلسطيني قرابة تقريبا شهر ونصف المدة الزمنية بينهما لماذا برأيكم؟ وهناك البعض عزى المسألة إلى مسألة توزيع لقاح كورونا وهناك كان من مؤسسات المجتمع المدني ملاحظات كثيرة على ألية التوزيع بداية الموقف واضح كما تحدث الدكتور جهاد ودكتور شعبان الموقف واضح تماما هو التراجع عن هذا القرار بقانون والمشكلة الأساسية أن الحكومة الفلسطينية والتي تنادي دوما بدعم ومشاركتها للمجتمع المدني في كافة الأماكن وكافة المواقف هي من تقدم هذا القرار بالقانون للسيد الرئيس من أجل إقراره وبالتالي هذا القرار بقانون جاء مخالفا للعديد من الجوانب أولا فيما يتعلق بالمخالفة الدستورية وهو تجاوز بالتالي كما تحدث الدكتور شعبان وهو تجاوز حالة الطوارئ وحالة الطوارئ القصوى كما نصت المادة 43 من القانون الأساس الفلسطيني ثانيا هو يأتي مع الحملة التي تقودها دولة الاحتلال الإسرائيلي اتجاه مؤسسات المجتمع المدني وخاصة بعد دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بمحكمة الجنائية الدولية الأهم من ذلك أن هذا القانون يأتي ليشرع تغول السلطات التنفيذية على العمل الأهلي العمل الأهلي الذي كان له الدور النضالي الكبير حتى قبل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية لو اطلعنا بسيطا بشكل عام وهو ليس لنقاش هذا القانون ومرفوض بالنسبة لنا كمؤسسات المجتمع مدني نعم أنه ناقش محتوى هذا القانون لأنه هو ليس من حالات الضرورة ويأتي مقيدا يطالب مؤسسات المجتمع المدني بتحديد نسبة معينة 25% ليس فقط من الرواتب وإنما أيضا من الرواتب والمصاريفها ألا تزيد عن 25% وأن تشارك هذه المؤسسات وتقدم خططها لتحصل على موافقة من الوزارات المختصة هل الحكومة أصلا تقدم موازنتها بشكل شفاف وواضح للمواطنين والتي تطلب من مؤسسات المجتمع المدني أن تحدد أوجه الصرف بالنسبة 25% من هذه الموازنات سنكون في تفاصيل القرار من أحياء قانونية أولا بهذه القرارات قبل أن تطلب من المؤسسات المجتمع المدني ألا تزيد النسبة عن 25% ابقى معنا سيد بكر الموضوع بالتأكيد ليس خاضعا للمشاورات نعم ابقى معنا بالتأكيد الموضوع ليس خاضعا للمشاورات والنقاش ابقى معي أنتقل للسيد تيسير محيسن سيد محيسن سمعت لما قاله الضيوف هناك إجماع أنه لا شرعية قانونية لإصدار هذه القرارات بقوانين وخصوصا قانون الجمعيات وأيضا ليس هناك مجال من أجل فتح قنوات حوار مع الحكومة الفلسطينية إذا كان بعد 73 يوم من الآن سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب مفترض أن يكون كذلك لماذا برأيكم يتم إصدار هذه القرارات الآن؟ هل هناك من يريد أن يستغل هذه المرحلة الناس ملهية في موضوع الانتخابات بحسب التوصيف الفلسطيني ومن ثم استغلال ذلك من أجل زعزعة النظام القانوني الفلسطيني؟ نعم يعني أولا بالأمس التقينا مع مستشار السيد محمد اشتية نعم لدكتور أحمد عزم وكنت من بين الذين يعني مثلوا المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان وقد نقلنا له صورة واضحة عن موقف المجتمع المدني أننا نرفض هذا القرار بقانون للحيثيات والأسباب التي ذكرها الزملاء شعبان ودكتور جهاد وأيضا صديقي بكر لكن القراءة القانونية لهذا القرار لا تكفي أنا بتقديري لا يمكن فهم جملة هذه القرارات بقوانين إلا في إطار المشهد السياسي العام الفلسطيني ليس فقط يعني ما قبل الانتخابات وإنما أيضا يعني امتداد لسنوات طويلة يعني تكاد يعني 15 عاما من الانقسام ومن تكريس سلطة أمر واقع هنا وهناك ومن أيضا يعني ذوبان جزور الشرعية المجتمعية والسياسية لهذه السلطة ومثل ما هو معروف كلما قلت السيادة زاد العنف أو زاد القمع يعني مثلما تحدث الزملاء لا يوجد أي مبرر قانوني نعم أو إداري أو عملي لمثل هذه القرارات انظر في شهر ثلاثة واحده جرى تجديد حالة الطوارئ يعني حوالي 12 شهر متواصلة دون داعي بحجة مكافحة كورونا كورونا ينتشر وحالة الطوارئ تستمر أيضا هناك قرار بقانون لتأجيل انتخابات النقابات والاتحادات المهنية والنقابة وهذا أمر يسير السخرية والتساؤل هناك أيضا سبق في الفترة السابقة التعدي على سلطة القضاء وعلى المحكمة الدستورية وعلى جملة الحقيقة يعني بما في ذلك هذا المشهد المرتبك الآن نعم يعني بعد أن تفائل الفلسطينيون أننا ذاهبون إلى انتخابات تعيد حيكلة النظام السياسي وتخرجنا من عنق الززاجة وترسم استراتيجية وطنية واضحة تقوم على فكرة المشاركة والتشارك والتصدي للمخاطر والتحديات نفاجأ بأننا لازمنا نتقاذف كرة النار ونخلق العقبة تلو الأخرى كأنه لا يكفينا ما يفعله الاحتلال من ممارسات عدوانية يومية سواء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس حتى يعني تصدر مثل هذه القرارات لتزيد من تقييد حرية الفلسطيني في الصمود والمقاومة ابقى معنا سيد محسن ننتقل مجددا لضيفنا السيد إبراهيم شعبان سيد شعبان تقترن في الحالة الفلسطينية السياسة بالقانون كما ذكرت البعض قال هذا القانون سيحول المؤسسات مؤسسات المجتمع المدني والأهلية أيضا إلى فروع تابعة للوزارات كيف؟ دعني أقول لك يا عزيزي من وقت صدور قانون الجمعيات عام 2000 كان هناك جدل كبير حوله وبخاصة أن الجمعيات ألحقت بوزارة الداخلية ومعنى ذلك أن الموضوع الأمني هو كان الهاجس الأكبر للمشرع الفلسطيني في عام 2000 وكان حريا بالمشرع الفلسطيني أن يجعل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني يلحقها بوزارة العدل كتطور ملائم إيجابي يراعي حقوق الإنسان ولا يلحقه بوزارة الداخلية حيث القضية الأمنية والبعد الأمني هو المسيطر هذا أولا وثانيا يعني القانون الأساس الفلسطيني تم خرقه أكثر من مرة يعني اليوم نحن في حالة طوارئ والقانون الفلسطيني لا يجيز تمديده إلا لمرة واحدة فكيف يعني يصدر مثل هذا القانون في ظل حالة الطوارئ وهناك قوانين أخرى تكفي وتسبت عن قانون الطوارئ ثالثا هذا ليس هو التعديل الأول على قانون الجمعيات كانت هناك محاولات عدة من عام 2007 وعام 2015 وعام 2019 لإلحاق المنظمات الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني لإلحاقها بركب الرسمي ويجعلها خاضعة خضوعا مطلقا أنا برأيي للجهة الحكومية بمعنى بشكل بسيط يعني كان يجب أن يتواجد مندوب وزارة الداخلية الذي هو رجل أمن لحضور الهيئة العامة ويشرف على الانتخابات كل عامين لهيئة إدارية جديدة هذا أولا ثانيا كانت وزارة الداخلية هذا في القانون القديم وما زال كانت وزارة الداخلية يجب أن توافق على مجلس الإدارة الجديد المنتخب وإلا فلا وجود قانون له ثالثا كانت سلطة النقد لا تسمح للبنوك بالتعاطي مع الحسابات البنكية لهذه المنظمات المدنية منظمات المجتمع المدني والجمعيات إلا بعد إذن سلطة النقد وإذن سلطة النقد لا يتم إلا بعد إذن وزارة الداخلية وبالتالي أيضا كان الأمر يعني ضيقا جدا على الجمعيات ثم أصبح الأمر فيما بعد حتى أرادوا أن يطالوا المنظمات المدنية في شرقي القدس وقيل لهم أن هذا موضوعا في غاية الخطورة من هم سيد شعبان؟ ولكن للأسف الشديد يبدو نعم من هم؟ لم أسمع أسألك من هم؟ الجهة الرسمية الجهة الرسمية يعني موزارة الداخلية والحكومة الفلسطينية أرادت أن تقيد أنشطة المجتمع المدني لسبب بسيط لأن المجتمع المدني لديه أنشطة دعني أقول مبتكرة مبدعة يعني تنشط في الأماكن التي لا تنشط فيها الحكومة في المشاريع التي لا تنشط فيها الحكومة وبالتالي هي تقدم عملا لآلاف العائلات وتقدم يعني دخلا لنشيطا لكثير من الناس والبشر وبالتالي يعني يبدو لي حتى لو أرادنا تطبيق هذا القانون بس كلمة أخيرة تفضل على عجال هذه الوزارات كيف ستفتي كيف ستفتي في أمور هي لم تعمل بها وفي خطط هي تجهلها نعم يعني قضية في نهاية النهايات أنت ليست تمرجعا لمنظمة مجتمع مدني ولا لجمعية في أنشطة تطوعية تخدم الناس طيب ابقى معنا سيد شعبان نقاط مهمة جدا ذكرتها لنا من خلال متابعتك الدائمة ربما للقوانين والقرارات التي تصدر عن الرئيس الفلسطين وأيضا الحكومة الفلسطينية بالتنسيب أنتقل للسيد جهاد حرب الحكومة ليست مرجعا للمنظمات والمؤسسات الأهلية والمدنية هل هناك عائق الآن سيقف في طريق هذه المنظمات من أجل ممارسة الدور الرقابي على أجهزة السلطة المختلفة الحكومة وأيضا بعض القضايا المجتمعية يعني هذا القرار بقانون يضع عقبات كبيرة أمام مؤسسات المجتمع المدني وأولا التعديلات التي جرت هي انقلاب على القانون الأصلي الذي أقره المشرع الفلسطيني أي في المجلس الشريع عام 2000 الذي نص في أساسه تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنصيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام في هذا التعديل يطلب من المؤسسات المجتمع المدني أن تكون جزءا من الوزارات وأن تكون خططها منسجمة مع استراتيجية الوزارات التي لا تضع شراكة مع المجتمع المدني في وضع استراتيجيات هذه الوزارات وبالتالي عندما يطلب من ذلك أنها ستقوم بتحديد ما هي النشاطات التي ستقوم بها هذه المؤسسات أو تلك الجمعيات العامة بمعنى أو الجمعيات والهيئات الأهلية وبالتالي تضع فيتو ولديها السلطة التقديرية بمعنى آخر على الموافقة وذلك على الرغم أن القانون الأصلي قانون الجمعيات الخيرية والمنظمة الأهلية يقول أن الجمعية العامة لكل مؤسسة لكل منظمة هي صاحبة الاختصاص في إقرار الاستراتيجيات والخطط والموازنات لهذه المؤسسات ومجلس الإدارة هو الذي يدير هذا الأمر وبالتالي سيحبط كل عمل مؤسسات المجتمع المدني الذي سيربطه بالحكومة أو كما قال الأستاذ شعبان أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل في مناطق لا تعمل بها الحكومة أصلا في المناطق المهمشة في قضايا مختلفة بالإضافة إلى أن التعديلات التي جرت ستعيق إمكانية الرقابة والمسائلة للحكومة من قبل مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني هي طيف واسع لا تقدم فقط المساعدات العينية والخيرية بل هي تقدم أمور أخرى بما فيها الرقابة على عمل الحكومة والأجهزة الحكومية بما فيها المساعدة في رسم السياسات ومساعدة الحكومة هنا وهناك وضحت الفكرة أنتقل للسيد بكر التركماني سيد تركماني مجددا ذكرتم موضوع التقرير المالي والإداري الذي يجب تقديمه وفق القانون الجديد من قبل الرئيس الفلسطيني للحكومة الفلسطينية وتدخل في إطار العمل المشترك ما بين المؤسسات الأهلية أو حتى تكون تحت جناح الحكومة المادة السادسة من القانون الجديد عدلت المادة أربعين من القانون جمعية الأصلي في جزئية فرض الضرائب على المؤسسات وهو متعارض أيضا حسب القانونيين مع القانون الأساسي المادة 88 التي قالت لا فرض أو تعديل أو إلغاء للضرائب إلا بقانون متى كيف القانوني إذن لهذا القرار من قبل الرئيس الفلسطيني؟ يعني الأمر الذي لا يختلف عليه إثنين أن محتويات هذا القانون ليست مجرد مخالفة لحالة الطوارئ وإنما مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والقواعد الأساسية التي وضعها القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحرية المرتبطة بتشكيل العمل الأهلي إضافة إلى أن الحكومة تضع مبررات أو تشير إلى بعض المبررات هنا وهناك كمبرر لإصدار هذا القانون وهذه المبررات بصراحة يعني هي محل انتقاد للسلطة والحكومة قبل أن تكون مبررات للمجتمع المدني كأن يشاع بأن والله المؤسسات المجتمع المدني تأخذ تمويل السلطة من قبل المانحين أو أن مؤسسات المجتمع المدني في عندها حجم فساد كبير إذا كان الموضوع بهذه الطريقة أو هذا الإدعاء فمش هذه الآلية التي أعالج فيها إذا كانت فعلا هذه الإدعاءات والمبررات موجودة من حيث المبدأ وكان الأولى على السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ التدبير اتجاه مواجهة إما الفساد من جهة أو المشكلات المرتبطة بالتمويل دون الحاجة إلى فرض اليد الحديدية اتجاه مؤسسات المجتمع المدني من خلال القمع بموجب القانون اليوم نحن نتحدث عن قمع لمؤسسات المجتمع المدني بالنص القانوني نحن موقفنا ثابت وواضح النصوص لا تخضع للنقاش النصوص لا تخضع لمجرد الوقف السيد رئيس الوزراء والحكومة لم تملك الإنشاء لتملك الإلغاء هذا قرار بقانون لا يتم تعديله إلا بقرار بقانون ومطلبنا واضح وثابت أن هذا القرار بقانون يجب أن يتم إلغاؤه وليس فقط تجميده وإعادته للنقاش لأنه حتى في عملية النقاش وبالنسبة أنك مؤسسات المجتمع المدني هو أمر مرفوض أنت تقود هذا العمل جزء كبير من هذا العمل هو عمل نضالي وعمل قائم على أساس التطوع وليس عملا حكوميا تريد أن تدمجه ضمن العمل الحكومي وبالتالي أصبح إبقى معنا سيد بكر العمل الأهلي ليس دو جدوى نعم إبقى معنا أنتقل للسيد تيسين محسن مجددا إذن قمع بنص القانون للمؤسسات الأهلية والمدنية هكذا تحدث السيد التركماني لكن هل سياق هذا القرار وهذا القانون من قبل الرئيس الفلسطيني في إطار إجراءات الإصلاحات التي يتحدث عنها البعض هنا وهناك للجمعيات من أجل متابعة ملفات الفساد في بعض من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني أم أن السياق واضح هو تهشيم المجتمع المدني ومؤسساته يبدو الأمر كذلك إذا كان لابد من الإصلاح فلتكن خطة شاملة تشاركية يشترك فيها القطاع الأهلي والقطاع الخاص وأيضا مؤسسات الدولة لمحاربة كل ما ظهر الفساد وإعادة ترتيب الأولويات وإعمال القوانين في كل مناحية حياتنا كفلسطينيين لكن أن يكون الإصلاح على هذا النحو اللي فيه افتئات على مساحة الحرية والحقوق اللي بقيد قدرة الإنسان الفلسطيني على التحرك باتجاه تعزيز صموده على هذه الأرض ومواجهة مخططات إسرائيل هذا أمر طبعا فيه التباس الأخطر نحن شعب تحت الاحتلال الإش الأساسي أننا نناضل من أجل الحرية من أجل الاستقلال يعني شعب لا يستحق مجتمعا ديمقراطيا يستحق دولة مدنية يعني هذا القمع هذا التشديد على القيود يعني اللي بيدرب في الصميم فكرة التشارك والمشاركة أعتقد في ضرورة وطنية وأخلاقية وقانونية لإعادة النظر لإعادة النظر في هذه المرسيم في هذه القرارات وأن نذهب يعني موحدين إلى انتخابات بالتوالي المجلس التشريعي ومن ثم الرئاسة ومن ثم المجلس الوطني اللي نعيد يعني العافية لنظامنا السياسي واستعادة قدرته على المواجهة لمواجهة التحديات لا يمكن مواجهة التحديات بارتكاب مخالفات لوثيقة الاستقلال للقانون الأساسي وأساساً للتوافق الوطني الفلسطيني مثل ما كان عليه الأمر في حوارات القائرة سيد تايسير محيسن وضيوف الكرام ابقوا معنا سنواصل هذا الحديث وهذا النقاش المفتوح ولكن بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد قبل استكمال الحوار مع ضيوفنا نستطلع بعض الأراء وردود الفعل الخاصة بتعديلات قانون الجمعيات الأهلية والخيرية هناك جملة من الخطوات اتخذتها منظمات المجتمع المدني وكان الصوت عالياً سواء ببينات الاستبتار والمطالب ووقفه واستجابت هذه المنظمات لفتح حوار مع الحكومة لكن إذا لم يتم تنفيذ طلبات المجتمع المدني ستصل ربما إلى اتصامات اضرابات ربما إلى أكثر من ذلك ستصل الأمور في مواجهة هذا القرار ورفضه وتجميله يعني نحن عبرنا عن موقف واضح برفض هذا القانون لأن القانون يقوض أساس وجود المجتمع المدني الفلسطيني نحن ننتظر إيجابيات نأمل أن تقوم الحكومة بأتراجع عن هذا القانون لا سيام المواد الحاقية والتي من شأنها أن تفضي إلى انهيار لمواصلات المجتمع المدني الفلسطيني إصدار هذا القرار بقانون في هذا الوقت بدلت به الكثير من المساس بحق هذه الجمعيات في ممارسة أعمالها بحرية واستقلالية هذا القيد سواء على المستوى الإداري أو على المستوى المالي ومحاولة إعطاء صلاحيات للوزارة للمراقبة على عمل الجمعيات يعني هذه خطوة باتجاه فعلا أن تصبح مؤسسات المجتمع المدني جزء من تركيبة الحكومة أهلا بكم مجددا وأجدد الترحاب بضيوفي من القدس ورمالله وغزة أنتقل لك سيد شعبان مجددا الآن نتحدث عن البيئة الضامنة لإجراء الانتخابات العامة وأيضا رئاسية والمجلس الوطني المنتظرة أن تبدأ في الثاني والعشرين من مايو المقبل هل القرارات التي ذكرت أكثر من 300 قرار بمسمى قرارات بقوانين تحت المدى الثالثة والأربعين من القانون الأساسي الفلسطين التي خولت الرئيس بإصدار هذه القرارات هل تشكل بيئة ضامنة من وجهة نظركم لإنجاح الانتخابات الموضوع السياسي يفتي به السياسيون وبالتالي هذا موضوع من ناحية قانونية بيئة ضامنة حاضنة قانونية لإجراء الانتخابات سيد شعبان إذا كان من الناحية القانونية فيجب أن نعي حقيقة أن القانون الأساس يجب أن يطبق بحذافيره ويجب أن يعلو على غيره من القوانين حتى القرارات بقانون بمعنى القانون يسود على إرادة السياسي ويسمو عليها ولو قيدته ولو حددته ولو أضرت به من ناحية الأصوات أو من ناحية نتائج الانتخابات أو من ناحية تشكيل اللجان أو من تشكيل القوائم وهلو مجر إذن يجب أن نكون حريصين على تطبيق الدستور الذي هو القانون الأسمى ويجب علينا أيضا مدام قد هافتنا على الانضمام للمعاهدات الدولية حيث انضممنا إلى أكثر من خمسين معاهد دولية أيضا أن نفسح لهذه المعاهدات أن تطبق في الداخل وأن تصدر بها مراسيم تفتح المجال للتطبيق وثالثا حتى تضمن الأمور نعم وهذا لم يضمن للحقيقة وللأسف الشديد بكيفية عندنا بقانون الانتخاب كان هناك قانون لمحكمة الانتخابات فإذا بنى أمام مرسوم جديد يشكل محكمة خاصة للانتخابات قل هذا الأكلام ليس خرقا خطيرا ولكن في النهاية النهايات يجب أن يكون هناك أيضا مراقبة واقعية واسعة مترامية الأطراف على صناديق الاقتراع وبالتالي أيضا يجب أن يفسح المجال لكافة القوائم بدون ترغيب أو ترهيب للمشاركة في هذه الانتخابات ولكن تبقى قضية القدس قضية شائكة نعم معقدة وبخاصة أن الطرف الإسرائيلي موجود فيها بقوة وبقوة شديدة وبشراسة نعم وهي تعني السيادة الوطنية الفلسطينية وبالتالي ليس هناك يعني مكان لممارسة هذا الحق في الاقتراع إلا ثلاث مراكز بريد ومثلات مراكز بريد لن تتسع في الحد الأفضل إلى أكثر من مئة شخص وهو أمر في اعتقادي لن تسمح به إسرائيل حتى لو ضغطت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وستبقى الاقتراع خارج القدس وخارج السيادة المكانية في القدس ولذلك حتى أختم يجب أن يكون هناك حل إبداعي حل ابتكاري لقضية القدس وللانتخاب بالقدس ولمشاركة أهل القدس في هذه الانتخابات وإلا ستبقى هذه الانتخابات منقوصة نعم أيضا يجب أن أقرر هنا أن الانتخاب في الملاحظة أخيرة فقط أن الانتخاب هي مفاضلة مفاضلة بين شخصيني أو حزبيني أو قائمتيني ولذلك الكلام الذي يتكرر من حيث يوجود قائمة واحدة نعم لفصيلين أساسيين هذا يفقد الانتخاب قيمته وحريته واضح ابقى معنا سيد إبراهيم أنتقل للسيد حرب مجددا استمعتني ما قاله السيد إبراهيم ضيفنا من القدس هناك مجموعة كبيرة من الخطوات غير القانونية والحديث من قبل الكل الفلسطيني عن مرحلة وفرصة ذهبية بل ألماسية لدى الكثيرين من أجل المشاركة في هذه الانتخابات وإجرائها هل القرارات بقوانين ستعيق وتذهب هذه الفرصة من يد الفلسطينيين الآن؟ القرارات بقوانين تشعل مجموعة من الأزمات في اتجاه إجراء الانتخابات لكن أود أن أوضح مجموعة من المسائل فيما يتعلق بالقرار بقانون أولا عندما قال الرئيس الحكومة حوكمت مؤسسات المجتمع المدني في تقرير لهيئة مكافعة الفساد قال أنه 58% من الشكاوى التي تأتي للهيئة تأتي على القطاع العام أي على الجهاز الحكومي و30% تأتي على البلديات و10% من الشكاوى المتعلقة بشبهات فساد تأتي على النقابات والمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية وبالتالي الأكثر الأكثر عرضة للفساد هو الجهاز الحكومي وليست مؤسسات المجتمع المدني نحن في الحملة رسلنا لجلة الانتخابات بأنه إذا بقي هذا القرار بقانون لن نقوم بالرقابة المحلية على الانتخابات مما يفقد جزءا من شرعيتها وهذا في ضمن هل هذا القرار نهائي سينحرب؟ سينضع إليه بخطورة كبيرة هذا إذا ما استمر القرار بقانون سنتوقف سنبقى على كامل الإجراءات التي وضعتها لجلة الانتخابات وسنقوم بعملية التسجيل للمراقبين لكن في اللحظة التي تبقي السلطة التنفيذية على هذا القرار بقانون لن نذهب للرقابة على الانتخابات الأمر الآخر وهو من أجل أن يدرك الجمهور الفلسطيني لماذا نرفض هذا القرار؟ منظمات المجتمع المدنية ليست عبثية وإنما فتحت حوارا مع الحكومة إلا أن لدينا أسبابنا فيما يتعلق بالبنود التي جاءت في هذا الأمر نحن نرفض هذا القرار لأن تقديم الخطط للوزارات تعطيها سلطة تقدرية وهذه السلطة التقدرية التي منحتها لدينا تجربة فيها عندما استخدمت كذلك على شركات غير الربحية وأدخلت أيضا موافقة المؤسسة الأمنية وهذه خشية كبيرة الأمر الآخر التي ذكره زميل بكر قبل قليل فيما يتعلق بالـ 25% بأن تكون هي الرواتب والنفقات التشغيلية في الأصل أن العمالة هي الركن الرئيسي والأساسي في التكلفة المالية على المؤسسات لكن التفسيرات التي وضعت 25% لم نعرف من أين أتت هذه الـ 25% لكن أيضا التفسيرات التي وضعت من قبل الحكومة ومن قبل الأطراف التي ناقشناها أخلت بالمعايير المحاسبية الدولية التي تقوم عليها وضعت الفكرة التطقيق المالي من ناحية وأخلت لحظة فقط لأن هناك مسائل جوهرية سنتحدث معها مع السيد بكر نعم إن سمحت لي على عجالة لكن الـ 25% عندما فحصناها على عجالة الـ 25% عندما فحصناها رأينا أن الحكومة موازنة الحكومة لعام 2020 96% منها هي رواتب وأشباه رواتب ونفقات تشغيلية عندما رحنا قاررنا مع مؤسسات القطاع الخاص التي هي تقلل من النفقات التشغيلية وتحاول أن تقلل من الرواتب وجدنا من أهم المؤسسات وأفضلها فيما تعلق باتباع مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية شركة الاتصالات الفلسطينية 64% من إراداتها تذهب للنفقات التشغيلية وللرواتب وبين فلسطين 56% يذهب للرواتب إذن هي مقارنة بين مؤسسات غير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى سيد جهاد ولكن حتى لا يدهمنا الوقت في هذه الحلقة حتى لا يدهمنا الوقت في هذه الحلقة نعم مشانا نقول أنه نسبة الـ 25% هم لم يدركوا من أين جاءوا بهذه الـ 25% نحن لا نناقش الموضعات لكن من أجل أن يكون لدى الجمهور الفلسطيني واضح هذه المسائل نعم دعني أن تكمل على الرغم أن هناك بعض القضايا والجوهرية سنعود إليها نعم دعني أنتقل بما ذكرت هناك سيد بكر ربما مجموعة من الملاحظات والمخاوف في هذا القانون أشرت إلى معظمها وسيد جهاد أيضا لكن هناك شروط للحصول على التمويل لهذه الجمعيات والمؤسسات ومن لم يلتزم بهذه الشروط سيتم إحالة كل ما تملك هذه الجمعيات والمؤسسات إلى الخزينة العامة للدولة هل هذه المصادرة دستورية من وجهة نظرك؟ يعني للأسف الشديد هذا القرار بقانون في انحراف تشريعي واضح بعيدا عن الحديث عن الدستورية هذا مضوع آخر في انحراف تشريعي كبير ومن الواضح أن هناك من قدم هذا المشروع بقانون اسمح لي أن هناك جزء من المزاجية في صياغة هذا القرار بقانون اللي بحط 25% رواتب ومصرفات داخلية معنته مش مطلع على العمل الأهلي ولا عنده طلاع جيد أصلا على العمل الحكومي بتقديري الجزء الآخر مؤسسات المجتمع المدني سواء الجمعيات بتصنيفاتها الجمعيات العمل الأهلي الجمعيات والشركات غير الربحية تعاني منذ فترات طويلة من تغول السلطات التنفيذية من أبرز هذه التغولات عليها هو الاشتراطات على مجالس الإدارة الدكتور شعبان حكى أن هذه كانت في القلون القديم لكن هي حاليا ما تطبق على أرض الواقع الأجهزة الأمنية تفرض سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية بتغيير أسماء أعضاء من مجالس الإدارة هناك تدخلات على البنوك من أجل وقف حسابات لجمعيات ومؤسسات بحكم أنها تأخرت في تصديق الانتخاباتها من وزارة الداخلية وهذا بالتأكيد لا يوجد له مبرر قانوني نعتقد أن المطلوب حتى نتوقع هذا الجدل الكبير حول هذا القرار بقانون أن يكون هناك قرار جريء سواء من الحكومة وأيضا من الرئاسة الفلسطينية بوقف هذا القرار بقانون بصراحة حضرتك سألت سؤال حول التهديد للانتخابات أو الضمانات أنا بديش أحكي في الضمانات وإنما أنا أتحدث عن تهديدات استمرار استخدام أدوات القرار بقانون في إطار حالة الطوارئ هي يتشكل تهديدا واضحا ليس للعمل الأهلي وأيضا حتى للانتخابات الفلسطينية نعم إنهم مش عارفين القرار بقانون في أي وقت بيطلع وكيف بيطلع ووضحت الفكرة سيد بكر وضحت الفكرة انتقل سيد محسن سيد محسن إذن الأمر يحتاج إلى قرار جريء ما هو القرار المنتظر وتأثير القرار بقانون رقم سبعة على العملية الانتخابية المنتظرة أيضا نحن ننتظر وعادنا السيد أحمد عزم مستشار سيد اشتية أن يعود لنا بعد يومين وينقل لنا نتيجة النقاش بعد أن حمل رسالتنا في المجتمع المدني موقفنا الواضح اللي عبرنا عنه في هذا اللقاء وعبرنا عنه في لقاءات أخرى وفي بيانات متعددة وقدمنا قراءات وقدمنا محاذير وقلنا أننا ذاهبون للتعبير لحماية المجتمع المدني لأن هذا المجتمع هو أحد ركائز الصمود في الحالة الفلسطينية حمايته تعني حماية المجتمع الفلسطيني برمته يكفي أن نقول أننا نشغل سبعة في المية يعني من قوة العمل الفلسطينية ويكفي أن نقول أن الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعنا تتلقى خدمات في الزراعة وفي الصحة وفي التعليم وفي الدعم النفسي وفي ريادة الأعمال وفي خلق فرص العمل أعتقد هذا المجتمع يستحق يستحق مننا جميعا أن نقدم له الضمنات وأيضا هذا المجتمع هو أحد ضمنات الذهاب إلى دمقراطة الحياة الفلسطينية ولا إجراء عملية انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القدس وفي القدس على وجه التحديد من خلال الرقابة ومن خلال تعبئة الجمهور ومن خلال تعليم الأديال الفلسطينية الشابة يعني حول حقوقهم حقوقهم لا ما نتحدث معنا شكرا أخي شكرا يعطيك العافية تبقى من وقت الحلقة ثلاثة دقائق يجب أن أنتقل لسيد إبراهيم شعبان إذا كان لديك على عجالة في دقيقة أعطيك دقيقة زيادة تفضل لا لا شكرا نعم أشكرك أنتقل لسيد شعبان سيد شعبان في ختام هذا الحوار المفتوح والذي أجريناه مع ضيوفنا وفي ضوء ما ذكرت نلحظ أن هناك عورا قانونيا في إصدار القرار بقانون سبعة لعام 2021 معدل لقانون رقم واحد لسنة 2000 ما نصائحكم الآن قانونيا لمؤسسات المجتمع المدني المؤسسات الأهلية وما الأدوات القانونية وإلى من يتوجهون بداية نصيحتي للجهاز السياسي أن لا يسرف في إصدار القرارات بقانون كفانا كفانا قرارات بقانون يجب أن نتوقف عن إصدار القرارات بقانون لأنه ليس هناك ضرورة وليس هناك ضرورات لا تحتمل التأخير كلها تحتمل التأخير وخاص قانون الجمعيات فبالتالي ليس هناك من ضرورة على الإطلاق أنا يعني لعل الود ولعل المفاوضات طريق محبذ ولكن هناك محكمة دستورية يمكن اللجوء إليها فيما لو تم هذا القانون وتم تطبيقه يجب أن يفهم السياسي أن القانون ليس بيانا سياسيا يسوقه اليوم ويعود عنه غدا أو بعد أحدرة احتجاج أبدا القانون قواعد ملزمة تجاه المخاطبين بأحكامه وبالتالي يصعب التراجع عنه يجب أن نفهم أن القانون ليس سياسة ويجب على السياسي أن يتريث في إصدار القوانين شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم شعبان أستاذ القانون في جامعة القدس كنت معنا من القدس ومن رامالله عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلية سيد جهاد حرب ومن غزة كان معنا منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السيد بكر التركماني ومن غزة أيضا منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة شكر خاص سيد تيسير محيسن شكرا لك إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج مدار الغد ونلتقي غدا مجددا في ذات الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة